أكدت حركة حماس أن الفيديوهات التي عرضها المتحدث باسم جاش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي بشأن المستشفيات في قطاع غزة مفبركة ومضللة مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية وتظهر بشكل واضح مشاهد مركبة وملفقة ومضللة للرأي العام أضافت حركة حماس أن هذه الفيديوهات تندرج في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها الاحتلال ضد المستشفيات مشيرة إلى أن هذه محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات المعمداني والشفاء والإندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحة من المدنيين والأطفال والنساء وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحة وقنصه للتواقم الطبية وإطلاقه للنار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف موسيقى